موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين اللواء سلطان العرادة يؤكد أن مشروع ميليشيا الحوثية يتآكل من الداخل والشعب يرفض التبعية لولاية الفقير موسيقى الهجري يدعو إلى تفعيل مؤسسة الدولة في الداخل ويشير إلى أن بقاءها خارج البلاد يضعف الشرعية ويمكن ميليشيا الانقلاب تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة على ضرورة الاستفاف الفعلي حول مشروع الدولة ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجدتين وعدم الالتفات للصراعات والمناكفات والمشاريع الصغيرة جاء ذلك خلال ترأسه لقاء موسعا ضم رئيس هيئة الأركان العامة ووكلاء محافظة مارب ورؤساء السلطة القضائية والقيادات الأكاديمية والعسكرية والأمنية ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة وقال اللواء العرادة إن مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية يتآكل من الداخل ويعاني من مشاكل كبيرة جدا وأبرزها عدم قبول الشعب أن يكون تابعا لولاية الفقه في قم ورفضه لرؤية الميليشيا وأفكارها المنحرفة وأوضح اللواء العرادة أن الحوثي لا يمكن أن ينحزل السلام الحقيقي لأنه يعني نهايته وحذر من نفاذ الصبر إزاء تمادي الميليشيا في استغلال دعوات السلام التي فتحت الحديدة ومطار صنعاء على مصراعيها وقال لا يمكن أن تظل ميليشيا الحوثي الإرهابية تحت مظلة السلام الكاذب تستورد ما تريد وتحاصر الشعب اليمني وموانئه وطرقاته وتمنع صادراته التي يتغذى منها المواطن اليمني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولاً في البداية نقول لكم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي والأخوة أضام مجلس القيادة جميعاً يهنئونكم دائماً بالالتفاف الوطني ويهنئونكم بالأعمال والإنجازات التي سيقومون بها لمصلحة مشروع الدولة واستعادة الدولة وقلوبهم معكم باستمرار دائماً والحقيقة أنني أود أن يكون كلامي مع كل قطاع ومع كل جهة على انفراد بحيث نتحدث مع كل جهة بحسب الاقتصاص فيما يعنيها ولكنها فرصة في كلمة عامة أن نتكلم معكم اليوم ونضعكم في الصورة عن الأوضاع العامة ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي هو أن نلتف حول مشروع الدولة حول المبادئ والثوابة السبتمبرية والاكتوبرية وأن لا نلتفد للمشاريع الصغيرة أياً كانت وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلا ما أودت به ووصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف بالتفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر أنتم تدركون من الذي يدور حول قضية السلام والناس مع السلام كلهم ونحن أول من يبحث عن السلام إن وجد للسلام طريق ولكن كما يبدو أن الحوثي كما عرفته وعرفها التاريخ أنه لا يمكن أن يخضى عليه السلام أبداً إلا وفق رؤيته ومرجعيته وولاية الفقه وهذا الأمر الذي سيختلف مع الشعب اليمني بكاملة ولن يسلم لهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد مشروع الحوثي هو يتأكل من ذاته يتأكل من داخله حقيقة من الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جداً أولاً عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته وهذه حقيقة مسلم بها وهو يدرك هذا الأمر ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته هو لا يريد النهاية تحت السلام أبداً ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى الحوثي آذى الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتله وهي محسوبة عليه الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقه ومن أجل أن يضعنا أن نتبع قم وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته قيادتها السياسية وحكومته وكل فئاته وقوه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً ولا قوى المجتمع التي تبدل دماءها ليلة ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق أنتم تبثلون الجمهورية اليمنية ويجب أن تحملوا هذه المهمة بكفاءة وجدارة وأن تكونوا من أقدر الناس على جلب الناس للقيام في استعادة الدولة هذا واجبكم وأمل الناس فيكم والله لن ننجح والله لن ننجح بمناطقية والله لن ننجح بقبلية والله لن ننجح بحزبية والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد ونؤكد لكم بسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بالوجين أو بآخر إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام بإذن الله الشعب اليمني الآن الجمهورية تعاني من قضية الاقتصادية والسبب أن الحوذين من ضمن استغلاله لمنادات السلام أن فتحت لها الحديدة على مصرعها وفتح لها مطار صنع على مصرعه وليته بقي عند هذا رغم أننا صبرنا جميعا ونحن نرى أن الخطأ قائم وفادح ولكن قلنا لعله عسى وفي الأخير يمتجده إلى أن يوقف موانئ الجمهورية اليمنية ومطاراتها وهذا أمر لا صبر عليه وإن صبرنا لفترة أو لوسيط أو لمبعوث لكن لن يستمر للصبر طويلا وهذا ما يجب أن يفهمه القريب والمعيد وهي رسالة ووراها الشعب اليمني لا يمكن أن نحاصر تحت مضلة السلام الكاذب يستورد ما يريد ويغطي على الشعب اليمني ويوقف طرقاته ويوقف استهلاكاته ويوقف موانئه ويوقف صادراته التي يتقدم منها المواطن اليمني ما يمتلكها الحوذي يمتلك الشعب اليمني أكثر منه يمتلك الإرادة يمتلك الحق يمتلك القوة بإذن الله تعالى دعا عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية النائب عبد الرزاق الهجري إلى إقامة تحالف عريض لكل من يؤمن باستعادة الدولة ومواجهة مشروع الانقلاب من أدل خروج باليمن إلى بر الأمان وقال الهجري في مداخلة له على قناة اليمن في الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام إن الإصلاح لن يكون إلا أحد الروافع الهامة للمشروع الوطني وهو مستعد لتقديم أي تنازل في سبيل تجميع المشروع الوطني واستعادة الدولة لافتا إلى أن الوقت اليوم ليس وقت الغنائم أو المكاسب بل هو وقت التنازل وتدارك الأمر حتى لا تضع اليمن وحذر الهجري من تداعيات ما يجري من تدمير حوثي ممنهج للهوية اليمنية والجيل والمناهج الدراسية ونوه الهجري بالتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية وبذل جهود للتقارب مع بقية القوى السياسية والمكونات وحث على استغلال الحضور والدعم الإقليمي والدولي للقضية اليمنية لتحقيق هدف استعادة الدولة إلى ذلك أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمنية للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري على أهمية أن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها كونها منتخبة من الشعب وإن طالت مدتها وقال إن بقاء مؤسسات الدولة خارج البلاد يضعف الشرعية ويمكن ميليشيا الحوثي من استمرار في صلف وعدوانها وأشار الهجري إلى وجود عوائق متعددة حالت دون انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المبذولة من رئاسة هيئة المجلس والأعضاء مشيرا إلى أن الظروف والوضع غير المستقر هي التي حالت دون الانعقاد وشدد على أهمية حضور السلطة التنفيذية وترتيبها للانعقاد من مختلف النواحي وأعرب الهجري عن أمله في أن ينجح مجلس النواب في عقد جلساته بعد تلقيه وعودا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقال إن اليمن تحتاج إلى وجود مؤسسة الدولة في الداخل وعلى رأسها المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وأضاف الهجري الخلل في الأداء الحكومي والفساد بحاجة إلى وجود السلطة التشريعية والرقابية لتحاسب وتحسن من الأداء وتساعد السلطة التنفيذية على القيام بمهامها جريمة النهب الحوثي للمرتبات لا تقتصر على حرمان الموظفين من مستحقاتهم المالية لثمان سنوات متتالية فهي تجاوزت هذا الحد إلى سلسلة من الجرائم المضطردة وذات العلاقة حين تفترش أسر المعلمين أرصفة الشوارع بعد عجزها عن دفع إيجارات السكن يستحيل الوطن إلى فقاعة من هواء والوجود إلى كتلة من عدم من بين مئات الآلاف من موظفي القطاع العام تبرز مأساة المعلمين على أشد ما يكون عليه الإذلال الحوثي المهين للكرامة الإنسانية والعقول العصرية النيرة فالمعلمون ظلوا في سنوات استلام الراتب الزهيد زاهدين عما غيره من مطامع الحياة والرفاهية وجل تفكيرهم منصرف إلى إخلاص رسالتهم الإنسانية السامية في تعليم الأجيال وسقل مجتمعات المستقبل لهذا فهم يدفعون اليوم في زمن النهابة الحوثيين والجهالة المسلحين ثمنا باهضا بأضعاف ما يدفعه غيرهم من الموظفين المقطوعة برتباتهم لأن الحوثيين هم الضاد العلم ونقيض العقل والمعرفة فمن كان هو الرمز والقدوة والقائد في وعي المجتمع والأجيال أضحى في زمن الجائحة الحوثية مثار شفقة الآخرين فأي عزيز قوم ذل أكثر من المعلم؟ وأي تعليم يكون في ظل قطع المرتبات؟ الجريمة التي أرادت بها الميليشيات الحوثية القضاء على التعليم من حجر زاويته ودمار الأسر اليمنية جراء ارتفاع حالات الطلاق والانتحار والجنون والتشرد فالبيوت التي لا تجد ما تطبخه تأكلها المشاكل وحده استمرار المعلمين في الإضراب ما سيعيد قدوات الأجيال وقادة التغيير والتنوير إلى واجهة التقدير والاعتبار التاريخي أما العودة إلى المدارس بلا مرتبات فهو انتحار إرادي وإقرار بموت المعلم النبوذج والمرب الرمز وهي بيان اعتراف بطيب الحياة في جحيم الحوثيين أعلنت وزارة الداخلية اليمنية سيطرة الوحدات الأمنية والعسكرية على معسكر جديد لتنظيم القاعدة في محافظة أبيان وقال مصدر أمني في بيان نقلته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إن الوحدات الأمنية والعسكرية تمكنت يوم أمس الأول من السيطرة على معسكر الجنن في مديرية موديا بمحافظة أبيان وأوضح البيان أن السيطرة على المعسكر جاءت بعد هجوم على مواقع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة لافتن إلى أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة لتطهير محافظة أبيان من العناصر الإرهابية أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض له الصحفي مجل الصمدي من اعتداء من قبل مسلحين يعتقد أنهم يتبعون ميليشيا الحوثي في صنعاء وقالت النقابة في بيان إنها تلقت بلاغا من الزميل مجل الصمدي مدير ومالك إذاعة صوت اليمن يفيد تعرضه للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد مساء الخميس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء وأعرابت النقابة عن إدانتها للواقعة الخطيرة التي تعتبر استمرار المسلسل الاستهداف الذي طال الصمدي منذ بداية اقتحام إذاعته ونهب محتوياتها وعشارت نقابة الصحفيين إلى أن الترهيب الذي رافقه تحريض مباشر من قبل قيادات في جماعة الحوثي لدليل واضح على مستوى الضيق بالصحفيين والإعلاميين والتعامل معهم كأعداء وأهدافا للقمع والسجن والتشريد والملاحقة والتضييق وحملت النقابة سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن حياة وزلامة الزميل الصمدي وما يتعرض له من مخاطر أو أذى ندد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمنية للإصلاح علي الجراد بما تعرض له الصحفي مجل الصمدي من اعتداء إجرامي من قبل ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء وقال الجراد في تغريدة على تويتر مجل الصمدي صحفي مهني وإنسان رائع ومتسامح ليس له خصومات سوى أنه اختار أن يعيش في وطنه في زمن الميليشيات وعشار الجراد إلى أن الصمدي تعرض للضرب بعد مصادرة الإذاعة التي يملكها في صنعاء مضيفا الميليشيا لا تكتفي بمصادرة حقك وحسب بل تمتهن كرامة الناس وتذلهم مؤكدا أن هذه الظلمات ستنجلي وأنما تعرض له الصمدي وسام شرف على جبينه أدانت منظمة سام للحقوق والحريات الاعتداء الذي تعرض له الصحف في مجل الصمدي من قبل عصابة مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء وقالت منظمة سام في بيان لها إن اللجوء إلى أسلوب العصابات لا يسقط حقيقة أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء تتحمل المسئولية الكاملة عما يجري في مناطق سيطرتها من انتهاكات وتجاوزات بحق الصحفيين والنشطاء وأشارت سام إلى أن الصمدي تعرض لهجوم شديد بالضرب من قبل عصابة أثناء عودته إلى منزله في صنعاء مؤكدا أن هذه الحادثة تكشف النهج المتوحش لإسكاة الأصوات الصحفية وجدد سام التأكيد على أن حرية التعبير حق أساسي كفي له القانون ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق تحت أي ظرف ودعت سام المجتمع الدولي إلى المساهمة في حماية الصحفيين تحت سلطة جماعة الحوثي والضغط عليها لفتح تحقيق شفاف ومستقل بشأن الواقعة وتقديم المتورطين للعدالة كي ينالوا جزاءهم العادلة والرادعة قال الباحث والخبير في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب أنه تعرض لتهديدات من قبل عناصر تابعة لميليشيا الحوثي مدعومة من إيران وأضاف الذهب في تغريدة على منصة X أتعرض لتهديدات مباشرة وغير مباشرة من عناصر تنتمي للحوثيين وآخرها قبل أربعة أيام وأشار الذهب إلى أنه لم يفاتح بشأن هذه التهديدات لم يفاتح سوى القليل من أصدقائه واعتبرت تغريدة بلاغ أولي للجهات المختصة وقال أما أسماء وصور الأشخاص فهي محفوظة لدي ألزمت ميليشيا الحوثي الإرهابية مديري المدارس الحكومية في محافظة إب بتخصيص نصف دوام يوم الأربعة من كل أسبوع للاستماع لخطابات عبد الملك الحوثي وقالت مصادر التربوية إن منتحلي صفة مسؤولي مكتب التربية الخاضع لإدارة ميليشيا الحوثي بمحافظة إب نفذوا نزولا ميدانيا إلى مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي وألزموا مدراء المدارس بتخصيص نصف دوام يوم الأربعة من كل أسبوع لما أسموه باليوم الثقافي وأوضحت المصادر أن الميليشيا طلبت من إدارات المدارس لاكتفاء يوم الأربعة بالتدريس إلى وقت الراحة والسماح للطلاب بالمغادرة مع إبقاء المعلمين والإداريين للاستماع إلى خطابات مسجلة لزعيم الميليشيا تحت إشراف ممثلين من مكتب التربية ومشرفي الجماعة وشأرت المصادر إلى أن من بين أهدافها القرار الحوثي معرفة نسبة المعلمين المضربين عن التدريس على خلفية المطالبة بصرف مرتباتهم المنهوبة منذ سنوات دعت سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو الطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا ورابطة الدول المستقلة إلى التنسيق مع جامعاتهم بموعد وصولهم لتسهيل دخولهم إلى الأراضي الروسية بشكل رسمي وأهابت الملحقية الثقافية بسفارة في بلاغ صحفي بالقيادات الطلابية والطلاب الدارسين في جميع المدن الروسية بإبلاغ زملائهم الجدد القادمين للدراسة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لدخولهم إلى الأراضي الروسية وذلك لتفادي حجزهم أو إعادتهم خاصة في مطارات موسكو وشدد التعميم على ضرورة التزام الطلاب بتعليمات دخولهم للأراضي الروسية قال تقرير صحي إن المستشفى التخصصي للطب وجراحة العيون في مارب التابع لمركز الملك سلمان قدم أكثر من 479 ألف خدمة علاجية مجانية لمرضى العيون منذ بداية تشغيله عام 2019 وحتى الآن وأوضح التقرير الصادر عن المستشفى في فعالية احتفائية أنه استفاد من خدمات المستشفى 149 ألف مريض من النازحين والمجتمع المضيف في المحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة وأشهد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح بالدول الإنساني للمستشفى والخدمات النوعية التي يقدمها لمرضى العيون النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها اللواء سلطان العرادة يؤكد أن مشروع ميليشيا الحوثية تأكل من الداخل والشعب يرفض التبعية لولاية الفقير الهجري يدعو إلى تفعيل مؤسسة الدولة في الداخل ويشير إلى أن بقاءها خارج البلاد يضعف الشرعية ويمكن ميليشيا لانقلاف في ختام النشرة لكم مني أطيب المنات قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر